موسيقى اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى نرحب بضيفنا العزيز الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية مساءد خير سيدة الوزير اهلا وسهلا وسهلا مرسس خير هتسمح لي بس قبل ما ابتدي بعتت لي زملتي الكاتبة الصحفي السيد جهان مصطفى قالت لي ان المسؤول بتاع الانتخابات كان بيتكلم الهوت شورت بالنسبة للمراقبات الاجنبية اه طبعا الامر يختلف الى حد كبير لذا انا بوضح ولكن برضو عندي تحفظ ده ما يتقلش في مؤتمرات وهوت شورت ايه في الصعيد يعني يستطيعني ده في المنشور اللي انت بتدعو فيه الناس وبتدي الترخيص تقول الملابس المسموح بها في اماكن اللي جان ما اعتقدش ان فيه مراسل اجنب جاي هيجيب هوت شورت علشان يدخل لجنة انتخابية سيدة الوزير انا انا عايز اعلى الاول عن الموضوع ده ممكن اتفضل في ثانية كده انا حضرت المؤتمر الصحفي تمام وهو الحقيقة ما قالش الراجل كده قال ده ممنوع ولا مش ممنوع هو بيحكي بيقول ان المنظمات الدولية اللي بتيجي تراقب بتقول بتعمل حاجات وتطلع حاجات وتقول حاجات ولازم هي يعني ما هيش مظبوطة وانها لما تيجي فيه قواعد للمنظمات الاجنبية من ضمنها انها تحترم تقالدنا وتحترم عادتنا وتتمشي حسب اسلوبنا استخدم التعبير الشرط الساخلي قال يعني اه زي مثلا يعني لما يجوا ما ينفعش ان حد ييجي ما هو مثال غريب برضو او سادة مؤذير يعني معنش بس هو هم بيينوها على ان ايه ان هو بيقول تعليمات ما فيش شرط الساخلي صحيح هي بانت كده في كل التصريح لكن الحقيقة لا اه هو انا كنت حاضر اجتماعه كنت عالجنبه علشان كده انا حريص على التوضيح رغم تحفظ انها يعني مش ده المجال مش ده المثال اوي يعني جايز المثال يعني مش متطرف يعني اوي لكن ما هو ما قالش التعليمات ان فيه كذا خالص يعني الدكتور احمد زكي بدر بين وزارتين بين نظامين بين حكومتين بين طورتين ايه الفرق اه والله يعني انا الحقيقة مش شايف فرق اه فيه فرق بين الوزارتين كطبيعة الوزارتين يعني وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية اقصد بالوزارتين اللي هي الوزارة الكاملة ايو ايو اه يعني لكن انا 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 شخصيا مش مش شايف فرق انا كنت بشتغل اه يعني بعمل ما اراه اه وما اه هو يعني طبقا للقانون واللي انا شايفه صح وطبقا لهدفنا القريب والبعيد سواء في التعليم او او في اي حاجة تانية ودلوقتي انا بعمل نفس الكلام اه لم اخالف في اثناء الوزارة الاولى ولن اخالف ان شاء الله في اثناء الوزارة التانية اه في خلال الوزارة الاولى كان في بعض المضايقات يعني لم اتعرض لها لسه لحد دلوقتي واتمنى ان شاء الله انها واتعرضش لكن تعملت معها بمنتهى السرامة ومنتهى الحيادية ويعني ما خضعتش لاي اي حاجة واي حد وهي كانت قليلة جدا الحقيقة يعني في اضيق الحدود وكان الحقيقة انه الشكل العام او التوجه العام انه مفيش يعني انه محدش قال لي ليه عملت كده ولا لا ما اسمع الكلام اللي قاله فلان ولا حاجة الحقيقة يعني ربنا هيحسبني على الكلام وتبقى عمل شايفه كان دايما التوجه العام من الاغلبية العظمى التي تعاملت معها او فيما يعني تم التعامل معايا فيه لم يتم التوجيه ابدا باي يعني محاباة ولا اي تجاوز ولا اي حاجة بل بالعكس يعني فيه استفسارات احيانا ايه الموضوع الفلاني الموضوع الفلاني كذا 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 اه طيب خلاص كمل واستمر دلوقتي انا انا بعمل برضو بالنفس الطريقة انا ما غيرتش وما اتغيرتش ما اعملتش يعني ما اقولتش بقى انا كان زمان اللي ينفع كذا دلوقتي ما ينفعش اه فيه صورتين طبعا قاموا اه طبعا فيه صورتين قاموا انما انا حضرتك شايف ان 25 يناير صورة تعترف بيها اه طبعا انا شايف ان 25 يناير صورة هي من تعريف الصورة يعني تعريف الصورة هو ايه انه طلع مجموعات كبيرة من الناس بتطالب بالتغيير احدثت تغيير ايه هي طلعت تطالب واحدثت نعم اه 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 الصحيح هناك فرق في الاعداد ما بين 25 يناير وبين 30 يونيو كبير جدا لكن هي اعداد كبيرة بما القل بما كنا متعودين عليه في ذلك الوقت وطلبت بحاجات وطلبت حاجات مين بقى استغلها مين ركبها اه في النهاية ايه اللي حصل وصلتنا لايه الكلام ده 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 موضوع تاني ده موضوع تاني لكن في النهاية احارتك بتشوف انها صورة اه طبعا وبتشوف ان المطالبة كانت عادلة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية المطالب اه طبعا يعني ما هو انا انا لا انكر طبعا انه ومازال دلوقتي يعني هل احنا دلوقتي يعني اه اه في رخاء و اه لا فيه طبعا فيه يعني فيه تطور كبير وفيه تحسن كبير انما احنا لسه ما فيش الرخاء اه والحالة الاقتصادية والعيشة الهنية والرغدة اللي احنا اللي احنا بنتمنها لكل ناس ما زال فيه ناس بتاعاني وما زال فيه ناس ناس كتير ناس كتير طبعا طبعا وكل حاجة يعني اه لكن اه يعني اه اه طبعا يعني المطالب الشرعية العادية اللي حتى لو فيه ناس وجهت او استخرمت او بتاعا وقالوها يعني انا ما اجيب واحد واقوله تعالى اقول ان انا عايز حياة كريمة وعايز عيش وعايز مش عارف ايه وعايز حرية وعايز كلام ده لما هو يقولها من حق انه يقولها وهو محق نعم الاخر بقى اللي جابوا عشان يقولها او لاستغلها او حاجة ده موضوع تاني ده قصة تانية يعني او موضوع تاني طيب اللي حضرتك بتقوله عن وجودك في الوزارتين يقول ان حضرتك بتشتغل لوحدك حسب قناعتك حسب مبادئك حسب اخلاقك حسب ما ربيت عليه تختلف الوزارة يختلف النظام تختلف الحكومة فيش تغير فحين ان البعض بيرى ان اي وزير هو جزء من رؤية وزارة حكومة بالكامل هو بينفذ عزيز السياسات فهل يترى حكومة ما قبلت طورة حكومة الدكتور نظيف في نفس الرؤى تستطيع ان تعمل بنفس الولاءات بنفس الرؤية كما تعمل الان مع حكومة الدكتور المهندس شريف اسماعيل يشوف هو انا مش بشتغل اه طبعا انا يعني عضو في حكومة لها توجهات ولها سياسة ولها خط يعني معين انا بقولش ان انا بشتغل لوحدي ولا بقول الحاجة انما انا عندي قناعات وعندي مبادئ وعندي اخلاقيات غير مستعد ان انا احيد عنه الحقيقة انه في الاتنين لم يكن هناك توجهات او توجيهات تخليني اخر عن اخلاقياتي وعن مبادئي وعن سلوكياتي عندما كان هناك اشياء من افراد قليلين وانا بقول هو يعني افراد قليلين لسبب او لاخر او لمصالح او لاي حاجة كان التأييد العام والعام من الحكومة ومن المسؤولين كان لتأييد الخط الشرعي الرسمي الذي يتوشى مع اهتمامات الحكومة ما هو كان فيه عمل فعلا وكان فيه اخطاء اه طبعا كان فيه اخطاء ما ننكرش كان فيه بعض التجاوزات اه طبعا كان فيه بعض التجاوزات كان فيه قد يكون البعض استغل يعني حاجات معينة لمصالح معينة او حوض كده لمصالح معينة اه قد يكون لكن في النهاية المجمل العام كان فيه عمل كان فيه توجه كان فيه اجراءات على الواقع بالتب اه لم يحدث ابدا الحقيقة انه تمت وده يمكن في بعض الواقع ده فيه وقائع على فكرة انا بس يعني الوقت مش لا يسمح بيها ومش وقتها دلوقتي انما فيه وقائع يعني سابت وكنت انا مقرر فيها كده انه اذا تم تأييد هذا الموقف اللي ضدي او المعاكس كده فانا هستقيل اه لازم اه طبعا اه استقيل فعلا يعني وفي حالات معينة لكن الحقيقة لم يحدث مش بس لم يحدث لأ ده كانت تأييد كامل لكل ما اعمله انا او كل ما يعني الحاجات اللي اعملها وما كنتش بعمل حاجة يعني شزة ولا حاجة صحية اه لكن اه ما بيقول لحد كده هيقولك ايه احيانا يدفع نظام الادية يقولك لأ يعني دفع النظام الادية يعني يعني كل واحد يرى ما يعني لكن لا ما بقول كده يقولك اصل انت كان لك وضع خاص اصل انت كان لك معاملة خاص اصل يعني ايه ليه الوضع خاص ومعاملة خاص ده المعاملة الخاصة دي بتتقال عليك من ايامة عينة معيد اه اه يعني من بدر قوي وانت متهم بانك لك وضع خاص حاجات كتيرة جدا اه يعني كلها وكلها كاذبة وغير حقيقية ومخالفة للتواريخ وللواقع وكل حاجة لكن اذا كان انا ليه وضع خاص حتى ليه وضع خاص نتج عنه في النهاية النتيجة النهائية يعني ان الحمد لله لم اخطئ لم احابي حد لم اتجاوز في القانون وانا في القواعد ولا حاجة دي حاجة تحساب لي مش تحساب ضد يعني هل نستطيع القول ان حكومة الدكتور نظيف كانت مخلصة او مخلصة نية لتطوير التعليم في مصر ولا حالة كنت بتشتغل في اطار وضع عام امكانيات بازلت جهد في حدود المتاحة لا كان الحقيقة السياسة والتوجه ان كان فيه فعلا نية صادقة لاصلاح التعليم وكان فيه حاجات ومشروعات كثيرة جدا تمت في اتجاه اصلاح التعليم واصلاح المدارس واصلاح الوضع كله والكلام ده فيه جزء منها للأسف يعني دلوقتي يعني يعني اتدهر اه نتيجة يعني الحاجات السنوات اللي فاتت دي اتدهر اه اه لكن كان فيه بعض المعاكسات اللي كانت بقى بتبقى يعني في بعض الحاجات بقى اللي كان فيها اه مواجهة مثلا او تضطر ان انت تواجه وتاخذ حاجة ضد اه يعني لموضوع معين قد يصطدم بمسلا بعض رجال الاعمال قد يصطدم ببعض الناس زو المصالح فتلاقي اه يعني ايه معارضة شوية كده من احد الناس لكن بقولك في الحقيقة انه في النهاية والتوجه العام ان لا وانا اذكر في ذلك مثلا مرة كان فيه واقعة شهيرة جدا كده وجابوني في مجلس الشورى وكان توجه البعض يعني انه هات الوزير دمى نعمل عليه حقا ايه نعمل عليه حقا ايه نعمل عليه حقا ايه نعمل عليه حقا ايه فان الله يضاف على زينة امان وانا دايما يعني استغرب الاية دي اه وايات القرآن كلها يعني حقية اه لما رحنا مجلس الشورى كانت لجنة تعليم لجنة تعليم عادة بيحضرها يعني القلائل المهتمين بالتعليم ساعتا كان حضرها تقريبا المجلس كله وسبحان الله يعني المجلس كله من اليمين الى اليسار مرورا بالوسط وجميع الفئات الموجودة يعني والترجوهات الموجودة والمجلس كلهم قالوا كده بالنص يعني انت صح وانت مظبوط وما تسمعش كلامهم ومهمش زيما وكانت لضارة حتى ان رئيس اللجنة في ذلك الوقت قال هذه مظاهرة تأييد لوزير التعليم وانا قلت في احد الاجتماعات قبل ما اروح هذا الاجتماع قلت الوضع اهو ورد عليه كذا وانا بكرة في المجلس هقول الرد ده ده الرد الحقيقي والواقعي والمنطقي على الكلام اللي بيتقال ده وكان الحقيقة اللي كانوا موجودين بس انا مش عايز اقول سامي يعني واحد ولا حاجة قال بلاش يعني تقول كده وتقول لا حقول كده انا متهم وجالي جواب رسمي بيقول لي انت غلطان وانت عملتوا يا استاذ ادي القانون وادي العقود وادي الاجراءات وادي القواعد وادي الدراسات اللي بتقول كذا وبتاعه وحقول الكلام ده النتيجة النتيجة دي على ربنا بقى نتيجتها ان يقولوا لي لا اتكلا على الله روح نتيجتها يا اولي لا مش عايزينك نتيجت بحاجة ما تفرقش معي خلصة ففعلا كان كده ايوة النهاية لا اقول وصبحت الصبح فعلا تاني يوم قلت الكلام ده وكانت النهاية اللي قلتها لحضرتك دي ان رئيس اللجل قال لي هذه مظاهرة تأييد لوزير التعليم الدكتور احمد زاكي بدر قرر في لحظة ان ينخرط في مجال السياسة وفي لحظة انتمى الى احد الاحزاب وفي الانتخابات التي لم تتم كان زمان حررتك مرشع تصحيح نعم لم انتمي الى اي حزب في خلال الخمس سنوات اللي فات الدول لم انتمي الى اي حزب انتمنت الى احدى القوائم انتمنت الى القوائم ومكتوب فيها كده مستقل طيب واكتر من حزب طلبوني ان انا اكون معاهم ليه رفض طالما داخل السياسة مقتنع بان انا يعني مش هو ده اللي انا عايزه وانا مش عايز اشترك في حزب انا عايز اذا قدرت اعمل حاجة اعملها كما اراها الاحزاب لسه يعني الاداها مش 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 مرضي ومش مناسب لي فكثير من الاحزاب مش حزب واحد كثير من الاحزاب يعني طيب ماشي هم شايفين يعني والحمد لله واشكرهم جدا وقدرهم جدا انه انا انا يمكن جدا الاستفادة من ارائي ومن مني فالويه طيب خلاص تبقى معانا في لجنة اه مثلا حاجة انا احد ناس مثلا سموها اللجنة الوطنية ناس سموها لجنة متابعة مش عارف ايه لجنة من الخارج غير لست عضوا في أي حزب من هذه الأحزاب وكنت عضوا وحطوني عضوا في أكثر من لجنة في أكثر من حزب علشان يعني كنوع من يعني أنه شرف يعني أو آه يعني لما نعوزك يعني في حاجة يعني تبقى بصفتك يعني عضو في لجنة لكني لم عضو في لجنة في حزب عضو في قائمة كانت دخل الانتخابات يعني كان ممكن أن أقول النائب دكتور أحمد زاكي بدر اختيارك للدخول إلى عالم السياسة مرة أخرى كان الهدف منه إيه كنت شاف أنك تقدر تقدم إيه أو وجودك مهم علشان إيه أنا الحقيقة في خلال الخمس سنين اللي فاتت دي لم أن قطح نعم وكنت بقادي دور يعني في مناسبات كثيرة وبطور كثيرة كان في مؤتمرات أغلبها الحقيقة في مجال عملي بقى اللي هو مجال التعليم يعني ومجال العمل الجامعي والعمل التعليمي كثير جدا كانت بتقام ندوات ومؤتمرات لمناقشة قانون تعليم منقشة قانون جامعات منقشة بعض الأمور في الجامعة مش عارف إيه وكنت بكتب في أحد الجرائي دي يعني عمود سبوعي كده توقف من فترة كده عشان ساعة الوقت أنا الحقيقة بكاسم موضوع الكتابة ده صعب على قلبي يعني شوية هو صعب طبعا لكن كنت بكتب يعني وكنت بناقش وكنت بقول وفيه على الإنترنت واليوتيوب والحاجات دي والجرائد وكلام ده أراء قوية جدا وصريحة جدا وشديدة جدا ما توقفتش لما جه الحقيقة الدخول بقى في السياسة والانتخابات والحاجات دي جه بدعوة من مجموعة احنا عايزينك معانا في كذا دون أي انتماء حزب والحاجة عايزينك معانا في مجموعة هم بشكلوا مجموعة يعتقدوا انها مجموعة يعني كويسة تدخل في البرلمان يبقى لها رأي ويبقى لها يعني أداء يطور العمل في العمل برلماني يعني مش كفاية رأيهم ومش كفاية رؤيتهم رؤيتك انت كانت ازاي يا دكتور أنا الحقيقة ما هو يعني أنا يعني كنت شايف انك وجودك مهم تستطيع التغيير في هذه المرحلة اه طبعا اه يعني أنا لما طلبوا مني ذلك طلبوا من وجهة نظرهم للاستفادة من وجهة نظرهم يعني مش وجهة نظر أنا انه عندي خبرة ممكن يستفيدوا بيها وانا الحقيقة لم اتعود ابدا انه انا يعني يطلب مني اي عمل جاد ويؤدي نتيجة عامة اه وأرفضوا اه ما ببصش خالص لأي لمنصب ولا حاجة وكنت الحقيقة مقرر ان انا انه ده عمل يعني يعني عمل عام عمل عام وتطوعي وما فيش اي منه عائد شخصي علي انا فدخلت وبعاين بقى صارت الامور بقى بيعني وقفت الانتخابات وحصل لغاية اي مين وشمال كده يعني الى ان اراد الله هل توقعت ان تكون وزيرا مرة اخرى يعني الحقيقة اني يعني يعني مش كان فيه يعني كنت كان فيه احساسات كده لكن ما كنتش ما كنتش يعني لم استنيها ولا مراهن عليها لم استنيها ولا مراهن عليها ولا او مقتنع يعني بانه لا مش هيحسن يعني خلاص بقى يعني خدت فرصتك وتجربتك اه خلاص ما عدتش كتير انت عدت سنة وشوية ما عدت سنة وشوهر يعني اعتقد الحمد لله يعني من وجهة نظري انا على الاقل يعني اني قديت دوري بامانة وكفاءة كبيرة عملت يعني قلبت المياه الراكدة ونقيت الكثير جدا منها لكن كان جواك احساس فيه حاجة بتقولك انك ممكن يعني كان فيه احساس الحقيقة يعني كان فيه احساس بس كنت بقى اقنع نفسي انه لا مش هيحصل انه مش هيحصل اه الاحساس ده كان مهديك انك هتيجي يعني معليش بس كامل معي يعني معك وزير تربية ولا وزير تعليم علي انت اكيد كنت احساسك في المنطقة بتاعتك اه لا يعني الحقيقة مكانش محدد كده مكانش محدد يعني اه انه ايه لكن اه كنت بشوف التقدير يعني من زمالي من العاملين في المجال اللي انا بشتغل فيه اه علاقتي كويسة جدا بكل الناس اللي اللي قد يبدوا للبعض انهم ما بيحبونيش اه لما بحس باي حاجة اه فيها يعني اي قدر من ال يعني الاساءة او حاجة كنت بطلع على طول لما بتيجي فرصة يعني اه كنت بأكد تماما وبرد عليهم تماما ايا كانت النتيجة لانه يهمني جدا انا مش عايز لا شهرة ولا عايز اطلع ولا عايز اكتربني ولا عايز تحبني ولا عايز حاجة انما اياك وانت سيء اليها نعم اياك وانت سيء اليه ويمكن انا كان ليه تصريح كده في اول يوم في الوزارة لما بيقولوا لي ايه رأيك في الانتقادات وبتاع قلت اللي عنده انتقادات واللي عنده حاجة ياخد مستندات وياخد حاله ويروح يطلع بيها على السيدة النايب العام او على المسؤولين ما يجيش يسألني انا وعندي قناعة والحمد لله يعني اه خمس تلاف في المية انها لما اخطئ وعنديش حاجة خافة ويمكن فترة الحكم الاخوان والكلام ده انا اه يعني اه اتمنعت من السفر اه ادرجوا اسمك اه دي بقى البعض الوقت يقولك بقى من المنع للسفر الى الوزارة يعني ده كانوا منوع منوع من السفر ايه ماشي ماشي حتى تمدى امر مباشر ده مادة مخصوصة كده بتقولك الجهات الحكومية تفوت بعضها في انها يعني حالك مثلا عايز اشتري من العايز اشتري الكمبيوترز ومش عارف ايه وزارة الاتصالات هي اكتر ناس تفهم في الكلام ده او ما اقوله لو سمحت اشتري لي كذا كام خد الفلوس باعتبار انه الفلوس رايحة من الحكومة الى الحكومة فما فيش بقى كسب كام ودفعت كام وغالي ونخيص والكلام ده يعني من وزارة الى وزارة فهم شافوا الحقيقة انه دي فرصة فرصة يعني انه ايه اهو نشوف يعني الراجل ده نعمل مين اول حد بلغك بخبر ترشيحك للوزارة اول تليفون يجيلك يقولك اول تليفون كان اتصل من مجلس الوزارة المجلس الوزارة انه انه السيد رئيس الوزارة المكلف في ذلك الوقت يعني عايز يقابلني بك وانا كنت سعتها في الصين في الصين ايه شو بقى انا كنت في الصين واحنا في الصين تبتعمل ايه في الصين يا دكتور كان في مؤتمر مؤتمر لرساء الجامعات المصرية والصينية كده عملت ايه بقى جيت على طول لا ما جيتش على طول انا كنت يعني عندما اتصلوا بيا انا كنت بلبس ونازل رايح المطار عشان اركب الطيارة بالليل عشان اوصل هنا الفجر تمام فاتصلوا بيا فرحت يا دكتور لما اكلمك اه يعني ده ناعة الدنيا بقى تلف بيا كده لا انا كنت بقول كذا وكان بقول مش هارجع تاني ابدا وخلاص ولا يومك طيب دلوقتي فيه اه اه يعني اه يعني رئيس لا انا اكلمك لا انا انا رئيس الوزر طالبني يعني وكانت معايا زوجتي فقلت له كده صراحة مش حقدة رد عليك لما اتصل بأمي واتصلت بأمي فعلا من هناك والله ارحمها بقى المرة دي كلمت المرة دي كلمت لان احنا كنا يعني كنا بنتكلم برضو في هذا الموضوع زي ما قالت لك ايه لما قلت لها دكتور بدون ما تعرف انت مستد على الوزارة ايه لا انا كنت عارف كنت عارف يعني نتكلمك قلت لا ما كلمنيش قال لي لا انا بقولك في يعني في كده كلامه الناس كنت عملها بتقول التعليم والتعليم 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 العالي وبس انا كنت عارف يعني كان في يعني كلام كده واحد يقول لك سيسخيري مثلا يقول لك ده انت ده انت مناسب اول للمش عارف ايه ده هم عايزين اتكال كانت سرتك قدامي ناس ترحاك لكذا كانت كذا وحد يقول لي بقى احنا احنا شغل الاجهزة شوية بجمع المعلومات بيتناس احناك في كذا ده مش عارف ايه فكانت محتمل ايه ايه يعني كان انا كانت يعني كان في الفكر انه عارف ان في كلام على دي اه فلما رجعت للمدام فقلت لها انا الناس الوقت راح الطيارة وحصل كذا 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 ففكري على ما جي لان بقول لك انا الحقيقة في الفترة اللي فاتت دي كنت يعني اه كنتش عارف كنت يعني كنت حالت نفاع اعتبار ليك يعني رد اعتبار قيمة اه تأدير شوف ولا تخضيت يعني عايز اعرف احساسك في اللحظة دي ما هو احساس بقى يتخلطوا حاجات كتير جدا نعم اه طبعا شرف لأي واحد ومن ينكر ذلك فهو يعني جاحد عندما يقال له ان مصر عايزاك تبقى مسؤول عن كذا فيها اظن هزا يعني شرف كبير جدا بس ما كانش في بالي بقى الحقيقة انه ايه انا طلعت وطلعوني وظلموني وكلام يعني افتر قوي تقول لي ايه اصنطا انظلمت اقول له انظلمت ليه انا ما انظلمتش ولا حاجة انا كنت في حكومة دا انا كنت في حكومة والحكومة ميشت وكان ممكن تمشي اه بعد اه ستة عشر ميشت بعد سنة كان ممكن تمشي بعد سنتين يعني في نهاية ما عندكش احساس بالمرارة لا لا خالص ما عندكش احساس ان ثورة اه خمسة وعشرين يناير جات عليك لا 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 وخرجتك من وزارة لسه ملحيتش لا 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 بالعكس كان كان احساسي اه بانه انا يعني انا لم اشارك في اي ظلمة او اي خطأ او اي حاجة ما كانش عندك هزا الاحساس خالص خالص لا طب ايه 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 اللي ما خلاكش تفرح اوي اه انه ان انا بقى يعني ايه انا انا استقرت حياتي على شكل معين بدأت احس بقى بالهدوء وبالراحة و غدا عن دائرة الضوء والمشاكل اه لا والله الحقيقة برضو كان يعني كنت الحمد لله برضو اه بس دائرة الوزير غير دائرة الضوء تاني اه طبعا طبعا دائرة رسمية غير كذا وان كان يعني يعني الحمد لله يعني العلاقات والسمعة وبتاع اعتقد انها يعني كانت طيبة لكن يعني انا حتى كنت دائما اقول ايه انا حطيت نفسي يقولي انا على المعاش فيقولي انت مش على المعاش لسه وصلتش سن المعاش يعني فيقولي انت مش على المعاش لا المعاش ده حالة ايوة انا حطيت نفسي على المعاش طبعا طبعا انت حالك عارف انه استاز الجامعة انا اساس جامعة انا ويوم انا خرجت من الوزارة تاني يوم كنت في لجهر شغلت كنت اساس في الجامعة انت اساس في الجامعة ورجعتمكن مساكت اكاديمية اخبار اليوم تاني اه اه واستاس في 후 جامعة تاني الشمس طبعا انت كنت رئيسا للجامعة ف inference جامعة ف João ف بترجع تاني الاستاذ الجامعة عندما بيروح اي منصب وبيرجع تاني يوم بدون موافقة تبقى للقانون بدون ما بتقدمش طلب تقوله الله انا عايز ارجع زي بعض الجهات الاخرى بترجع تاني يوم تروح تستلم العملك على طول لما رجعت الزوجة اللي تلاقي ايه عادنا بقى نتناقش قدها كلهم ساعتين انت ملحقتش يعني ده انت رجعت البجرة عما روحت فطرت وكلمت معي كلمتين وانزلت المعات ملحقتش تنام يعني بس طلبت من السيد رئيس الوزر ان يديني فرصة لحد بالليل واندك الفرصة وانداني فرصة نمت شوي لانا رجعت نمت لي ساعتين ولا حاجة وانزلت واحد قابلته وبعدين رجعت اه يعني موافقتش بالعرض مباشرة احتاجت مهلة لا يعني عادت اتناقش مع السيد رئيس الوزراء وبعدين طلبت مهلة يعني عشان ما كنتش لحقتي فعلا كنت محتاج مهلة عشان تعمل ايه عشان الحقيقة يعني بقولك انا انا بتتسرع عني حاجات كتير جدا ما بين ان انا ما تعودتش لانا ولا يعني ومتعلمت ده من ابوي الله رحمه يعني ان اقول لا انا مش عايز او لا ادوني كذا او لا انا عايز كذا او لا اعايز بقى كذا او بتاع ويمكن قلت الكلام ده كتير يعني مش عايز اكرره اه وبين ان انا كنت بقى يعني خلاص بقى يعني مسئولية بقى كبيرة وعمل شاق والواحد بدأ يهدأ ويستنتع بالبقية البقية من حياته يعني طيب انا هايز اطلع بفاصل بس عندي سؤال واحد في هذا الملف ليه التنمية المحلية ساعة ما انفكر في الدكتور احمد زاكي بدر هنقول هذا الرجل بخبرته في مجال التعليم ينفع وزير تربية وتعليم كويسة قبل التعليم عندنا كارثة وينفع وزيرا للتعليم العالي لكن تنمية محلية البعض ربط بين التنمية المحلية والشخصية قال لك انتوا فاكرين اللي هو زاكي بدر كان بقى ملي هو وزير داخلية كان شخصية حاسمة جدا والدكتور احمد واخد من الوالد فاحنا في مرحلة ده لو الوالد كان موجود كان ربا الاخوان ما بيسبش فانت جايب واحد حيعلم المحافظين ازاي يشتغلوا حيواجه الفساد بجد شغل الطبطبة ولا فجالهم احمد زاكي بدر هل الرؤية دي كانت موجودة هل رئيس الوزارة قال له عايزك تواجه الفساد وابضى من حديد وتكاربك وتعمل اللي انت عايزه بعد الفاصل ان شاء الله موسيقى موسيقى